أشكر سمو الشيخ هزا بن زايد الدعم واتشقة من أول ما جيت من نادي العين نشكره من هذا المنبر ونتمنى إن شاء الله أن نحقق هذه البطولة القارية ونهديها إياها إن شاء الله وبخصوص الشيخ سلطان بن حمدان نشكره كمان على وجوده وفي أي مباريات من بداية الموسم لين هالمحطة القارية نبا كمان نشكره ونتمنى إن شاء الله أن نسعدهم في آخر المطاف أنا أول ما جيت لنادي العين كان من أمنيات ديالي أن نلعب دورة طلاسية الحمد لله أول سنة رايحين نهائي خطوة واحدة إن شاء الله من تتويش نتمنى إن شاء الله من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا ونتوج به البطولة إذا تشوف المرحلة اللي مر من لها نادي العين من بداية المصار لين آخر المصار صراحة نستحقها لأن بعض النظر على الفرق اللي نفسناها نفسناها أقوى الفرق وطلعناهم برا المصابقة الحين هالخطوة هذي هي أصعب خطوة نشملنا إن شاء الله نكونوا مركزين وجاهزين لها مئة بالمئة إن شاء الله الحين أنا واحد من أبناء العائلة نادي العين أول ما جيت المدينة العين أو دولة الإمارات استقبلت استقبال رائع وحديت بناس بطيبوبة الناس ما نقدر أوصف لك شعوري والله أتمنى أتمنى من مني أنا ولا من زملائي هالجمهور ودولة الإمارات يستحقون هالفرحة لأنهم صبروا ويانا وإن شاء الله يوم 25 إن شاء الله نحقق لهم هالبطولة الغالية على النام ونفرحهم إن شاء الله كل المباريات كانت صعبة بس يوم لاقينا في الربع وفي النصر والهلال هذا أشوفه من أصعب المباريات اللي لعبناهم من ناحية من الديع من ناحية تشويق من ناحية جماهيريا من أصعب المباريات أنا أشوف النصر والهلال ما في فرق بينهم بس أشوفهم نفس القيمة بس الحمد لله أنا تغلبنا علىهم الاثنين هال المباريات اللي أشوفهم أنا أصعب المباريات وصراحة لولا المجموعة ما بكون هداف يعني ما بكدب عليك المجموعة سعداتني أنني يكون هداف والحمد لله أتمنى إن شاء الله أن نتوجبها في آخر المطاف والتتوجي يكون وياها دورة أبطال آسي إذا جاء مثلا الهداف بدون اللقب يعني ما بتعني لي أي شي أتمنى إن شاء الله أنني نحرز الهداف ويا الدورة أبطال آسي إن شاء الله بخصوص أحسن هدف كلها أهداف لها لا أهمية بس في مباريات تكون أهداف لها قيمة أكثر من الأخرى هدف النصر هناك خلنا شوية أننا نسجلنا في ملعب مرسول بارك خلنا شوية أننا نحسن من نتيجة هل يشوفها هنا من الأهداف اللي سحق تكون أنها من أحسن لها دعم الأسرالي من بداية المصار ديالي الليل اللي أنا واصليه هذا من دعم والدين والأسرال الصغيرة والأسرال الكبيرة بس دعم الوالد لها دعم خاص هو عاش يعني في هالأجواء الكروية هو يعرف الخبايا كرة القدم من هو أنا صغير وأنا أشوف أنا عايش في ست كرة القدم بكله دعم خاص وإن شاء الله أنني أفرحه في هالبطولة يعني أنه أحضر معايا جميع المباريات وإن شاء الله أنني أفرحه في آخر المطاف إن شاء الله صراحة أي كلمة أو أي جملة بقولها حق جمهور العين ما تعني أي شيء صراحة جمهور صبروا إيانا كتير في محطات كتيرة السهل أنا ويفرح لأنه منذ قدومي العين أنا أشوف يحضر بكتافة يساند الفريق في السراء السهلون وإن شاء الله أنني نحقق اليوم البطولة ونفرحه إن شاء الله